التاريخ الدرس التاسع حساب الزمن التاريخي السنة والعقد والجيل والقرن والألفية الهدف أميز بين وحدات حساب الزمن التاريخي وأتدرب على استعمالها أمهد لتعلمي لحساب الزمن التاريخي نستخدم وحدات قياس مختلفة من حيث مدتها ما وحدات قياس الزمن وكيف أحسبها وأميز بينها وأستعملها هذا ما سنتعرف عليه من خلال درس اليوم أنجز أنشطتي النشاط الأول أتعرف الوحدات القصيرة والمتوسطة لحساب الزمن وأستعملها سمع عمر جده وشيخا مسنا من أبناء جيله يستعرضان بعض ذكرياتهما فاستحضر تعلماته في الرياضيات وتساءل عن معنى بعض الوحدات الزمنية التي وردت في كلامهما لنستمع الشيخ إننا نعيش في الألفية الثالثة وفي فاتح يناير من سنة 2020 ميلادية سأبلغ قرنا من الزمن لقد عشنا عشرة عقود وعصرنا ثلاثة أجيال وعشر سنوات من عمر الجيل الرابع انتهى كلام الشيخ كما تلاحظون لدينا قاعدة لحساب أعمارنا فلحساب أعمارنا نحتاج إلى تاريخين تاريخ السنة الحالية وتاريخ سنة الولادة كمثال السنة الحالية 2021 سنة الميلاد 2011 العمر عشر سنوات أسمي الوحدة الزمنية المستعملة في القاعدة والمثال إذن الوحدة الزمنية التي استعملنا في القاعدة والمثال هي السنة أستخلص تعريفا للسنة كوحدة زمنية إذن يمكننا أن نقول عن السنة أنها وحدة زمنية تتكون من 12 شهر والآن ألاحظ الخط الزمني وأقرأ معلوماته إذن الخط الزمني الذي لدينا يمثل مراحل حياة جد عمر المطلوب منا أن نحدد المدة الزمنية المستعملة في المقياس ونسميها الجيل العقد السنة المدة الزمنية المستعملة في المقياس عشر سنوات إذن سنسميها العقد لأن العقد هو عشر سنوات والآن أحسب سن جد عمر باستعمال هذه الوحدة الزمنية جد عمر كما رأينا سابقا يبلغ مئة سنة وإذا قمنا بقسمة مئة على عشر سنوات سنحصل على عشرة عقود إذن كاستنتاج يمكننا أن نعرف العقد ونقول العقد وحدة زمنية تساوي عشر سنوات والآن أستحضر معنى الجيل ومدته الزمنية وأحدد عدد الأجيال التي عاصرها جد عمر سبق لنا أن تحدثنا في درس شجرة العائلة على أن العائلة تتكون من ثلاثة أجيال جيل الأجداد جيل الآباء ثم جيل الأحفاد وقلنا أن المدة الفاصلة بين كل جيل وآخر تصل إلى ثلاثين سنة ومنه نستنتج أن عدد الأجيال التي عاصرها جد عمر ثلاثة أجيال لأننا إذا قمنا بقسمة المدة الزمنية التي عاشها الجد عمر وهي مئة سنة على ثلاثين سنة سنحصل على حوالي ثلاثة وبالتالي فمئة سنة تتكون من ثلاثة أجيال النشاط الثاني أتعرف الوحدات الطويلة لحساب الزمن وأستعملها أولاً أقرأ القاعدة والمثال تطلق الألفية على ألف عام وتساوي عشرة قرون كما نعلم فإن حساب الزمن يكون بالتاريخين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري فبالنسبة للتاريخ الميلادي ابتدأت الألفية الأولى من ميلاد المسيح عيسى عليه السلام من السنة الأولى إلى السنة ألف ثم ابتدأت الألفية الثانية من السنة ألف وواحد إلى سنة ألفين أي ألف زائد واحد إلى سنة ألفين مثال وقع حدث المسيرة الخضراء سنة ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين أي ألف زائد تسعمائة وخمسة وسبعين أي في الألفية الثانية ونعيش اليوم سنة ألفين وواحد وعشرين في الألفية الثالثة أي ألفان زائد واحد وعشرون أما بالنسبة للتاريخ الهجري فقد ابتدأت الألفية الأولى من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أي من السنة الأولى إلى السنة ألف هجرية ثم ابتدأت الألفية الثانية من السنة ألف وواحد هجرية إلى السنة الحالية مثال تأسست مدينة فاس سنة مائة واثنان وثمانين هجرية أي في الألفية الأولى والآن أسمي الوحدتين اللتين نحسب بهم المدة الزمنية الطويلة وأحدد مدة كل منهما بالنسبة للوحدة الأولى تسمى الألفية ومدتها ألف سنة والوحدة الزمنية الثانية تسمى القرن أي مائة سنة والآن أبين حسابياً كيف أنتقل من القرن إلى الألفية ومن الألفية إلى القرن الجواب للانتقال من القرن إلى الألفية نضرب مائة سنة في عشرة وللانتقال من الألفية إلى القرن نقسم ألف على عشرة والآن بالرجوع إلى الخط الزمني أحدد التاريخ الذي سيبلغ فيه جد عمر قرناً من الزمن إذن بالرجوع إلى الخط الزمني يظهر لنا أن التاريخ الذي سيبلغ فيه جد عمر قرناً من الزمن هو سنة ألفان وعشرون ذكر جد عمر ضيفه بأنهما يعيشان في الألفية الثالثة وحدد زمنياً بدايتها ونهايتها إذن بالرجوع إلى القاعدة الحسابية وإلى المثال السابق فإن بداية الألفية الثالثة ستكون سنة ألفين ونهايتها ستكون سنة ثلاثة آلاف النشاط الثالث أميز بين أحداث من محيطي حسب مدتها الزمنية إذن كاستثمار لما جاء في الدرس أختار أحداثاً من تاريخ مدينتي أو قريتي وأحسب مدتها باستعمال الوحدات الزمنية التي رأينا وكاستنتاج نقول إن حساب الزمن التاريخي يتم باستعمال وحدات زمنية مثل السنة والعقد والجيل والقرن والألفية وأن معرفة تاريخ عائلتي وأعمار أفرادها يتم بواسطة هذه الوحدات الزمنية والآن أقوم تعلمي وأدعمه أرتب في جدول على دفتري الوحدات المستخدمة في حساب الزمن من الأقصر إلى الأطول القرن السنة الجيل العقد الألفية الجواب المدة الزمنية القصيرة السنة يليها العقد يليها الجيل يليها القرن وأخيراً الألفية والآن مع السؤال الموالي صدرت اتفاقية حقوق الطفل في عشرين وانبر من سنة ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين أحسب المدة الزمنية التي مرت على صدورها للإجابة عن هذا السؤال سنجري عملية حسابية بحيث سنطرح ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين من السنة الحالية ألفان وواحد وعشرون وسننجزها على الشكل التالي ألفان وواحد وعشرون ناقص ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون يساوي إثنان وثلاثون إذن المدة الزمنية التي مرت على صدور اتفاقية حقوق الطفل إثنان وثلاثون سنة بالنسبة للسؤال الموالي كان أول عيد للعرش في عهد الملك محمد السادس في ثلاثين يوليوز سنة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين أحسب المدة التي مرت على جلوسه على العرش سنجري كذلك عملية حسابية بحيث سنطرح ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون من السنة الحالية ألفان وواحد وعشرون وسنكتب العملية على الشكل التالي إذن المدة الزمنية التي مرت على جلوس الملك محمد السادس على العرش إثنان وعشرون سنة السؤال الموالي أسست جامعة القرويين سنة ثمانمائة وتسعة وخمسين ميلادية أحدد الألفية التي تنتمي إليها هذه المعلمة الجواب تنتمي جامعة القرويين إلى الألفية الأولى إذن أبنائي بناتي هذا كل ما يخص درس اليوم حول موضوع حساب الزمن التاريخي شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة